سوف أردو نكملين معاكم في أخبار النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي أصبحت منفتحة شوية على مبدأ رحيل التونسي الشاب محمد الضوي كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لسيما بعد ما تلقى عرض من النادي الرجاء المغربي عشان الحصول على خدمات اللعب المفاوضات ما بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة فيه بند بس اللي هو قد يهدد إتمام الصفقة النادي الرجاء المغربي عرض الحصول على خدمات كريستو على سبيل الإعارة نظير دفع 200 ألف دولار مع وضع بقى بند حقية شراء اللعب بعد نهاية فترة الإعارة البند ده تحديدا هو المسؤولي النادي الأهلي بيرفضه الخلاف حول بند حقية الشراء ما بين الأهلي والرجاء قد يهدد بفشل الصفقة تراجع الرجاء عن ضم الأهلي لسيما طبعا مع تمسك النادي الأهلي بمبدأ الإعارة فقط بدون حقية الشراء هذا كل ما لوصله بكريستو كريستو ترجمة نانسي قنقر